بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله النهاردة هنحلم مع بعض النموذج الثاني لامتحان الصف الأول الابتدائي لتدريب التلميذ السؤال الأول أكتب اسم الصورة السؤال الأول أكتب اسم الصورة أول صورة صورة ثلج ثلج ممتاز طيب عايز نكتبها أول حرف ثاء 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 حرف إيه؟ الثاء ممتاز ثاء طب تاني حرف ثل الثاء ممتاز ثلج ثل ثلج آخر حرف الجيم الجيم ممتاز نكتب كلمة ثلج تاني صورة صورة نخل نخل صورة نخل صورة إيه؟ نخل نخل عايزين نكتب كلمة نخل أول حرف ناء 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 ممتاز نون طب تاني حرف الخل أحسنتي نخل آخر حرف اللاء ممتاز. نكتب كلمة نخل بشكل متصل. زي ما احنا متعودين. ده صورة. خبز. خو خو خبز. تبدأ بحرفية. الخاء. احسنت. الخاء. طيب تاني حرف خب ب ب ب. الباء. ممتاز. خبز. اخر حرف. ازاي. احسنت. نكتب كلمة خبز. بالحروف المتصلة بهذا الشكل. صورتية. مقص. 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 تبدأ بحرفية. مين. مين. طيب وحرفية تاني. مي قا. قا. ممتاز. اخر حرف. مقص. ممتاز. وننطق الكلمة بالشكل الصحيح. عشان التلميذ ما يتوهمش ان هي سين. نقول مقص وليس مقص. اسمويا. مقص. ونكتبها بهذا الشكل. اخر صورة. ثوب. ثوب. صورة ايها? ثوب. تبدأ بحرف. الثاء. ثاء. ولازم نخرج لساننا في حرف الثاء علشان خاطر التلميذ. نفرج بين الثاء والسين. ثوب. اول حرف ثاء. تاني حرف. الواو. واو. ثوب. اخر حرف. البق. ممتاز. نكتبها بهذا الشكل. ثوب. السؤال الاول كده بعد ما حلناها. الاول. اول صورة صورة ثلج. وكتبناها. ثاني صورة نخل. ثالث صورة خبز. الصورة اللي بعدها مقص. اخر صورة ثوب. السؤال الثاني. اكتب الحرف الناقص. هنشوف مع بعض. اول حرفين معايا. زر. زر. يا طرى تنفع. حازر ولا جازر ولا خازر. جازر. ممتاز. نختار حرف الجيم. ونكتبه بهذا الشكل. تاني كلمة معايا. حرف الميم والراء. مي. مر. مر. يا طرى تنفع. نامر ولا ثاء. مر ولا تامر. نامر. ممتاز. نامر. نختار حرف النون ونكتبه في مكانه. الكلمة اللي بعدها يا طرى تنفع. سقر ولا ضقر ولا طقر. سقر. احسنتي. نختار حرف الصاد ونكتبه في مكانه. سقر. اخر كلمة. تنفع. سا. صمس. لا. طيب. شا. شمس. ايوة. احسنتي. نختار حرف الشين ونكتبه في مكانه بهذا الشكل. نقرأ الكلمات مع بعض. جازر. جازر. نامر. نامر. سقر. سقر. شمس. شمس. السؤال الثالث. اضبط الكلمة بالشكل. اول كلمة. تعالي اجراها مع بعض كده بالفتح. جازر. جازر تنفع? لا. طيب. بالضم. جسر. لا. طيب بالكسر. جي. جسر. ايوة. احسنتي. فين حرف الجيم اللي تحتيه كسرة? في النص. ممتاز. نختار حرف الجيم بحركة الكسر. تانية كلمة. تنفع ني. نمل. لا. نمل. لا. نمل. ايوة. ممتاز. نختار حرف النون وفوقه فتحة. نا. نمل. تانية كلمة. تنفع الضبط عليه فتحة. ضف ضع. لا. طب ضف ضع. لا. تنفع ضف ضع. ايوة. احسنتي. نختار حرف الضبط وفوقه. ضم. ضم. ازن. اوزن. 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 تنفع اوزن ولا ازن ولا ازن. اوزن. 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 نختار حرف الايف وفوقه ضم. اخر كلمة. حرف الجيم ساكن. تنفع رجل. لا. طب. رجل. لا. رجل. ايوة. احسنتي. نختار حرف الرعوة تحته كسرة. رجل. وهذا السؤال ليميز التلميذ الحركات القصيرة. السؤال الرابع. اكتب شكل الحرف متصل. شكل الحرف متصل. حرف الياء شكلها متصل بهذا الشكل. حرف الكاف شكلها متصل بهذا الشكل. حرف اللام بهذا الشكل. ده حرف ايه? عين. عين. نكتبه متصل بهذا الشكل. وحرف ايه? عين. 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 عينة. عين. 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 الشكل. وده حرف قاف. احسنتي نكتبه متصل بهذا الشكل. نلاحظ في هذا التدريب. نلاحظ في هذا السؤال ان لكل حرف ذراع. وهذا وهذا الزراع يمتد الى الحرف الذي بعده. الا حرف الوا ومن الحروف الرافصة. اي التي ليس لها ذراع. السؤال الخامس. حل الكلمات الاتية. اول كلمة نجراها مع بعض. هو. هد. هد. اسمها هي? هد. هد. نحللها ازاي? كل حرف لوحده. الها هكذا. هو. تاني حرف. الدال. لوحدها هكذا. الحرف الثالث. الحرف الثالث. الها ممتازة نكتبه هكذا. اخر حرف. الدال. الدال. هد. 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 تاني كلمة. نحل. نحل. ممتاز. كلمة نحل اول حرف فيها. النون. النون. نكتبه بهذا الشكل. تاني حرف. الحاء. الحاء. تالت حرف. اللام. اللام. احسنتي. تالت كلمة. قا. ما. ر. قمر. قمر. كلمة قمر. تحلل. القا في الاول. قا. بعد كده. الميم. الميم. ممتازة حرف الميم هكذا. واخر حرف. الر. احسنتي. الر. قمر. السؤال السادس. رتب الكلمات وكون جملا. اول كلمة. القمح. القمح. تاني كلمة. احمل. احمل. تالت كلمة. الحقل. من. نغطيبها ازاي. احمل. القمح. القمح. من. الحقل. جات ازاي في القصة. جات بالترتيب ده. احمل. القمح. من. الحقل. احمل القمح. من. الحقل. وتكتب بهذا الشكل. اتنين. ادب. احب. فرح. فرح. انا. قالت. جات ازاي في القصة الموجهة. قالت. قالت. فرح. فرح. انا. انا. احب. الدب. قالت. فرح. انا. احب. الدب. ونكتبها بهذا الشكل. نرتب الجملة الثانية مع بعض. الجملة الاولى. القمح. احمل الحقل من. احمل القمحة من الحقل. الجملة التانية. الدب. احب. فرح. انا. قالت. قالت فرح. انا. احب الدب. السؤال السابق. ادمج الحروف الاتية. عايزين ندمج الحرف دي. اول حرف حرفية. حا. تاني حرف. ب. ب. تالت حرف. نجرحها كده مع بعض. حا. حب. حب. ل. حبل. ممتاز كلمة. حبل. وتختب بهذا الشكل. تاني كلمة معايا. ب. ولام. ب. لا. بالح. بالح. كلمة هي? بالح. بالح. ممتاز. نكتبها بهذا الشكل. مدمجة. الكلمة الاولى. حبل. والكلمة التانية. بالح. السؤال الثامن. اكتب ما يملى عليك. انا هملك ثلاث كلمات وانت تكتبهم. اول كلمة. ع. عس. عس. عسل. اول كلمة ايه? عسل. تتكاتل ازاي? العين. ممتازة. اه? عس. س. السين. بعد كده? اللا. اللا. ممتازة. عين وسين ولام. وتكتب بهذا الشكل. تاني كلمة. اتملا معايا. قو. قو. ما حرفية ده? ممتاز. قط. قط. قطن. النون. ممتاز. وتكتب بهذا الشكل. كلمة. عين. او الحرف ع. ع. حرفية? العين. العين. تاني حرف عي. الياء. ممتازة. اخر حرف عين. احسنتي. وتكتب بهذا الشكل متصلة. ان شاء الله نكون خلاصا الامتحان. وباذن الله. هسيب لك نسخة من الامتحان. بحيث ان انت تحملها بسهولة. ممكن تحملها. وتمتحن ابنك او تلميذك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانتظرونا في النموذج الثالث. شكرا لكم.